السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي امثلة على اهم المواقع اللي شغالة بالزكاء الاصناعي. هتلاقي مثلا شات جي بي تي وبينج وبارد وبي او اي. المواقع دي بتشارك في ايه? ان انت تقدر تعمل معه شات تقدر ان انت تدردش معه. شات جي بي تي اللي هو من شركة اوبن اي اي بنج ده تبع مايكروسوفت بارد اللي هو تبع جوجل بي او اي او بو ده بيخليك تقدر تستخدم اكتر من او اكتر من او اكتر من او اكتر من او اكتر من نموذج لغوي في نفس الوقت. يعني لو دوسنا كده ودخلت بالحساب بتاعك. تقدر تختار اني واحد فيهم اللي تشغل بي. يعني عايز تشغل على شات جي بي تي سري فور عايز تشغل على بارد على اي واحد من الحاجات الكتيرة تقدر ان انت تختار اللي انت عايزه موجودين هومات. تمام? وتقدر تختار اللي هي مثلا بتاع الفيسبوك. في حاجة كترة جدا تقدر تختار من نص ديها. طيب من برضو الحاجات القوية الحاجات خاصة باعادة سياغة النصوص. مثلا كويل بود ده انا بستهدامه كتير حطه هنا. بحيس ان انا لو ببعت ايميل بقوله ده اللي انا عايز اكتبه فهو يعيد سياغة الكلام اللي انا عايزه بشكل احترافي. طيب هنا دي مواقع بتحول التكست للصور. عندنا ليوناردو عندنا بلو. آآ عندنا كل المواقع ديت ده بيكبر الصورة. دي حاجات بتتعامل مع البي دي اف. في حاجات خاصة بيه الصوت زي ادوب بودكاست بيبدأ ياخدوا صوت ويحسنوا. في حاجات بتتعامل مع الفيديوهات زي دي اي دي. تقدر تدي له صور مع مع صوت ويبدأ يخلي في وجه بيتحرك. دي مواقع بقى مهمة للتشكيل زي موقع اسم الخليل. موقع مشكال موقع صحاح لي موقع شكل لي. كل موقع دي ممتازة جدا. ان شاء الله سيب لكو الرابط اسفل الفيديو عشان تقدروا تجربوا البرامج دي. ترجمة نانسي قنقر